إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل لهم لأهل الجنة وهم يتنعمون فيها يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم أي شيء ترونه أي شيء تشتهونه أي شيء تريدونه وتتمنونه فهو لكم فيقول أهل الجنة لربهم جل جلاله يقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فالله عز وجل هو المعطي وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور الناس قلوبها معلقة بالدنيا لما تشوف واحد عنده بيت أو قصر أو سيارة فارهة أو بعض الملابس الفاخرة أو الثمينة أو تشوف عنده أرصدة وتظهر بعض المجلات بعض الأثرياء من الناس أغلب البشر يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان وأعطي فلان وما علموا أن الدنيا بأكملها بما فيها بأرصدتها ببيوتها بطائراتها بسفنها بكنوزها كلها ليست في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يخرج هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة موضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة الله المعطي يعطي عطاء في الجنة لا حدود له عطاء غير مجذود أي غير مقطوع فالله عز وجل هو المعطي أحيانا يعطي لحكمة ورحمة ونعمة وأحيانا يمنع وعطاؤه يكون أيضا نعمة بصاحبه شلون؟ يمنعني ونعم فيني؟ نعم لأن من الناس ما لا يصلحه إلا المنع ومن الناس ما لا يصلحه إلا العطاء فيعطي هذا ويمنع هذا ألم تر إلى الثلاثة الذين أعطاهم الله؟ ذاك كان أقرعا فأراد الشعر والمال فأعطاه الله ذاك كان أبرص وأعطاه الله الجلد والمال وذاك الثالث أعطاه الله عز وجل البصر والمال ثلاثا ليرسل الله لهم ملكا على صورة رجل اثنان لم يصلحهم العطاء بل أفسدهم العطاء وواحد أصلحه العطاء ونعم المال للرجل الصالح الله عز وجل هو المعطي هو المانع إن أردت أن يعطيك فأعطي الناس وابذل يديك أنفق ينفق عليك إن أردت أن يعطيك فاشكر فإن الشكر سبب للعطاء لإن شكرتم لأزيدنكم أسأل الله المعطي أن يعطينا خير الدنيا والآخرة الله يا الله اشتركوا في القناة